أنا فكرت في اللي أنت قلتها زين أنت صحة لازم نقتلوهم يا سلام هل لازم يعني ببات في الإسم والمجرمين وما تحدرش فرح أخطك عشان ترف أن أنا صحة على فكرة يا عيسان ما قتلكش الفكرة دي اللي ما فكرت كويس قوي وتأكدت أنه ما قدمناش غيرها حيات أبوكي مش عايز فازلك ها؟ هنقتلوهم إزاي؟ بق ما عرفش ما فكرت بس لحد اللي هما لازم يتقل إزاي دي بقى بتاعتك إنك تعتني؟ أنا فكرة موضوع سهل المشتعب زي ما أنت متخيل يعني أنت مثلا ممكن تخليهم قاعدين في حتة وتروح تقتلهم بمسدس ويبقى فيها عربية مستنياك برة تنط فيها بسرعة وتجري قبل ما حد يمسكك ما شاء الله فكرة زي الزفت وانت له متخيل أن أنا لما أكتل هجين استدعاء وليه أمر ده قتل وإعداء عارف عن إيه؟ إعداء ما فرح أكيد عارف يا عيسان ما بتكلمش طفل عند هاربع سنين طب أنا عندي فكرة تانية إحنا ممكن نأجر حد يقتلهم هما اللي اتنين ونديروا فلوس بعد مورس لا صحيح فكرة واحدة معنداش أربع سنين خالص بالحد هو أبوكي محتاجش كام عشان يطلع من السجن تمانية وعشرين مليون تمانية وعشرين مليون جنيه؟ لا ده خليه جاعد أحسن إيه المبلغ العجيب ده؟ أنا فكرة المبلغ العجيب ده ما يجيش حاجة في الفلوس اللي ما عايزت وأنت عايز تفاهمين أن هذا الجاهل الأم يملك تمانية وعشرين مليون جنيه؟ أنا بحجه حقيقي عجبت لك يا زمن إيه سمت مش عايش ولا حاسس باللي بيدور حواليك؟ صح أنا عاشت جوا التاريخ أكتر ما عاشت براها طب يلا بقى دور لنا في كتب التاريخ بتاعتك دي فكرة نقتلهم بها هما اللي اتنين من غير محد يشك فينا هو ده الكلام الموزوم نقتلوهم من غير محد يشك فينا مش أضربهم بالرصاص واركب عربية والكلام الفارغ بتاعت دي أنا أفكر إيش